في الملعب تعال نشوف ايه المشاكل النهاردة اللي كانت عند النادي الاهلي او السلبيات وخلينا افكرك قبل ما نشوف هنا يا كريم قبل مباراة الزمالك لابقرم الحل اداء الاهلي واداء الزمالك قلتلك اكبر عيبة عند النادي الاهلي ان الاهلي بينفذ ضغط عالي عظيم جدا ولكن لما الضغط ده بيفقد شرسته لما الضغط ده ما بيتمش بالشكل الكامل لما التركيز بينخفض خاصة عند عناصر وسط الملعب او عناصر الخط الخلفي بتظهر مساحات كبيرة جدا 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 معاها بقى مشكلتين جداد ظهروا فيه ثلاث مشكلات هم اللي خلوا مارسو الكولر غاضب جدا من اداء النادي الاهلي بعد شط اول جاي جدا حال تصقه بهدفين خلينا نشوف ايه المشاكل اللي كانت عند النادي الاهلي تلاث مشاكل نشرحهم بالتفصيل ايه المشاكل اللي كانت عند النادي الاهلي النهاردة لما تجهز معنا الحالات ودي ادي اول اول مشكلة النهاردة معنا يا كريم هي حاجة ما كانتش بتحصل للنادي الأهلي قبل كده دي مشكلة جديدة واحدة من المشكلتين الجداد الخروج على الكرات العرضية سواء من خط الدفاع أو حارس المرمى متأخر جدا جدا الكرة دي تكررت تلات مرات تلات مرات على النادي الأهلي في مباراة واحدة بيتقطع على القريبة وتكرر كتير على النادي الأهلي كتير على مرسل كولر إنه يتحملها ارجع لي الكرة دي تاني معلش من الزاوية دي لو معنا من الأول لأ مش معنا الزاوية دي خلاص كمل كمل زي ما انت بص وقف وقف أبس وقف هنا الراجل الراجل داخل قاطع المسك مفيش القاطع مفيش داخل ركبة لو محمود علاء لبس تجور لو لبس تفيتماء هجوم دي الأولانية روح للحالة اللي بعدية لو من فيك كسافة على داية وقوف خاطئ وده عكس مكان اللي نادي الأهلي بيعمله كان مميز جدا في الكرات السبتة سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية التانية التانية نفس الطريقة قاطع القريبة بيدخل مابولولو برضو لو لبس تلو لو هو لفر أبته زيادة سنة بسيطة جون جون ما تطلعش في واحدة ثالثة لكن الحالة مش معنا نفس الكرة اللي هي واحدة من اللقطات المميزة جدا لمحمد الشناوي لكن الحالة مش معنا نفس القطعة كروس من ناحية لينين بيدخل مابولولو يقطعها بيشيلها محمد الشناوي رغم من المسافة كانت قريبة جدا واحدة من اللقطات المميزة جدا لمحمد الشناوي النهاردة برضو قطع على العرضة القريبة مما بولولو بيخش يقطعها مشكلة جديدة ظهرت النهاردة وتسببت في غضب مارسي الكولر على كل مدافع النادي الأهلي خاصة من في الكرات السابق نروح اللي بعد وقف تاني وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا ارجع 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 ايوة ايوة بص هنا كريم نفس اللي تكلمنا عليه النادي الأهلي مميز جدا بالضغط وهنشرح في ايجابيات المباراة النادي الأهلي بيعمل الضغط العالي عامل ازاي ضغط عظيم سرعة استعادت الكورة هنا بتكلم على وقوف سلبي تماما كامل عيد في منطقة الأهلي الدفاعية تظهرين معنا في الكاد واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة لاعبين من النادي الأهلي لكن خمس لاعبين في وسطهم من الاتحاد اللي عيد بيستلم وبيلف وبياخد الترن ويحط القرار وبيجري معاه بتتسبب فراكل الجزاء على النادي الأهلي لان المسكي كان سلبي الضغط كان سلبي مشكلة للنادي الأهلي النهاردة ماشي ماشي الحالة على طبيعتها دي اكيد الحاجات اللي مرسي كل اللام عليها لعبة النادي الأهلي ده هو عنده مشاكل كتير ان هو كان عنده مشكلة وعالجها من اول مرات الزمالك فصاعدا رجعت له المشكلة تاني لسه هنجيلها بعد شوية مشكلة العمق هنرجع لها بعد شوية نفس المشكلة وقوف سلبي دي نفس الحالة نفس الحالة بص رجل كل ده ماشي بالكورة كل ده ماشي بالكورة قرار فيش اي ضغط فيش اي ضغط ضغط سلبي تماما تحركات العيدة للاتحاد منتقى الأريحية تسببت فراكل الجزاء الحالة اللي بعدية حالة اللي بعدية بص رجع 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 ورا خطس عولها بقى من قول هنا من قول هنا بص كريم الطبيعي بص معايا مساحة قد ايه بص بقى دي المشكلة اللي تسببت وخلت مارسي الكولر دايما عنده الأولوية المحمود متولي ومحمد عبد المينام الاستلام التسلم القرار والقدرة على الخروج بالكورة كمل الحالة كمل الحالة بص الرجوع معايا وقت معايا وقت فكرت كتير ما قدرتش الكورة صح ياسر إبراهيم ودي غلطة من ياسر إبراهيم المفروض إنه ياسر بقى عنده من الخبرات إنه ما غلطش غلطة بهذه السزاجة عنده اللي على اليمين خالص لو أكرم غالبا وعنده ديانج لأ بص كريم وعنده إنه إيه بعد الكورة رجع فريمين كمان وقولك الغلطة كتفلين رجع فريمين كمان كمان بص كريم تأدير الكورة هو هنا دخل حدا عليها بدري فطولت منه هنا تقفلت عليه زاوية كمل بقى لحد ما رحلها كمل لحد ما رحلها اتقفلت عليه الزاوية لما وصل للكورة ما بقاش عنده غير الزاوية دي هي الزاوية الأأمن لو هو محمود متولي أو محمد عبد المنعم ما كانش خد القرار ده كان وقف على الكورة ورجع بيها دخل بيها جوة الملعب تاني لإنه تقفلت زاوية التمرير وكون واضح تماما إنه الحالة اللي بعدها طبعا ما كانش محمد شناو عنده حلول غير إنه يعمل راكل الجزاء الحالة اللي بعدها بصها كريم بص هنا ودي المشكلة اللي قررت مش بس من ناحية اليمين هجيب لك المشكلة الأكبر راحة الشمال ايه المشكلة الأول ارجعتين ارجعتين الرقابة السلبية الضغط كسافة عددية بلا أي شراسة في الضغط اللعيبة بتتحرك اللعيبة بتستلم رغم وجود كساف بنتكلم على سبع لعيبة من النادي الأهلي في الكدر في مقابل ثلاثة الراجل بيعدي وبيعمل الباس وبتعمل الكروس وبيخش قصة الأموت ويلعبها بلا رقابة بلا تمركز صحيح ودي المشكلة اللي بتكرر للمرة الرابعة معنا في الحالات مش بالمباراة اللي بعده اللي بعده بس على فكرة بالمناسبة جملة الاتحاد نفسها في الكرة حلوة ومكررة اه يعني هي إشادة بالاتحاد ولوم على الآلف طبعا